أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم حش عراق تقدرون شاهدون كل حلقاتنا على المواقع التي تظهر دائماً في أسفل الشاشة على سوشيال ميديا انستجرام والفيسبوك واليوتيوب وأيضاً تقدرون تتواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.sotanustakbel.com إصابات كوفيد-19 تشهد ارتفاع جديد ونرى أرقام صارنا فترة مشاهدة 6,000 وشوية 6,200 و 6,030 وأيضاً وكأنما رنج الوفيات ثابت بين 25 إلى 35 حالة وفات يومياً وشهدت الأيام الماضية تقريباً يومياً يومياً يوم 30 حالة وفات ويوم 33 حالة وفات وهذا مؤشر خطير وأيضاً سمعنا أكو احتمال أن يسركوا حظر التجوال وعندنا نتكلم أكثر في هذا الموضوع في الستوديو الدكتورة مها عدنان القيسي هلأتشار الدكتورة أهلاً مسهلاً شو نصح تتك أهلاً مسهلاً دكتورة نحن في برامجنا يوجد حلقات عدنا ضيوف ثابتين دعنا نتكلم حول هذا الموضوع بالشغل يعني متابعة كوفيد 19 نعم اختصنا حضر تيتش نعم شوفنا هناك ارتفاع جديد بمعدل الإصابات يعني نتكلمين على الإحصائيات الأرقام الشو بدأت تصعد طبعاً هاي أسباب طبعاً نحن نبدأ يعني خد نقول عدم التزام المواطن هاي عدم التزام هاي عود على بدء دكتورة نحن نرى استصفيات أم أوروبا في دول ألمانيا وإنجلترا وأكثر من دولة ومكدونيا حتى الحضور الجماهيري هذا يوصل 80% يعني ومدن نشوف أكو حتى كمامات وكأنما القارة الأوروبية اللي كنا نقول هي أكثر مصدر وهي العدد الزيادة بالحالات ولندن وسطت حالة ما تبعط عن باب البيت بالضبط حس هم عبروا الأزمة نحن ليش بعدنا؟ طبعاً لأنه هم قدروا بالتطعيم اللي عملية التطعيم اللي مارسوها هوية الشعب يوصلون إلى مرحلة مناعة القطيع فوصلوا إلى مرحلة نحن نتمنى حتى الوباء يختفي أن نتوصل مناعة القطيع اللي هي أكثر من 60 إلى 70% من الشعب عندها أدسام مضادة سواء كانت بإصابة أو سواء كانت نحن نتمنى الإصابة نحن نقول التطعيم حتى نوصل إنه هذا الشيء من توصل المناعة 60 إلى 70% من الشعب عندها أدسام مضادة هو الوباء رح يندثر الدول الأوروبية امتشر بها الفيروس بشكل كبير بس أيضا هم طبقوا التطعيم بشكل يعني مضبوط الشعب كان عنده يعني اتجاه نسبة اللقاح عالية شوات نسبة اللقاح كل شعالية توجه من المواطنين هم يعني يعجزون سرة وينتظرون سراهم نحن هنا ما عدنا ترى لحد الآن ما جاوزنا المليون صح ما جاوزنا ثمانمائة ألف وثمانمائة وما عرف جد لحد الآن من مجيء اللقاحات بداية السنة لهاي أنا حسيت عن اللقاح لأنك أهم من فدفة إشكالية قلوا لي بيها بس أنا يعني أريد أن أعرف إحنا رح نبقى بهذا الدوام الذي نستطيع أن نسمح يعني أكو قرارات قريبة بما أنه اقترب عند الأضحى وكل عام أنت بخير ممكن يصير أكو فرض حطرة جوالي أكو طبعا أكو مؤشرات واقتراحات خندن قلت عرف أنه كوزارة الصحة تعطي مقتراحات للجنة النيابية التي هي تكون مسؤولة عن لجنة خلية الأزمة هنالك اقتراحات لكن تعرف القرار هو يبقى خلية الأزمة بتقدير الموقف وأكو اقتراحات إنه احتمالي يعاد الحضر حد جزئي أنت يعني حضرتك دكتورة إحنا هذه الأزمة يعني كنات قاموا يقولون أننا ما رح نتجاوز لحد ألف وثمانمائة 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 حتى لا نظل نقول عدم الالتزام المشكلة بالفيروس نفسي حتى ذكرت أوروبا قبل أيام قرأت خبر أنه بدأت بلندن أيضا رغم أنه قلت لك بلندن حتى ذبوا الكمامات بدأت تظهر السبب أن الفيروس يتطور يتظهر سلالات جديدة صح فانت ما تقدر تتحكم يعني بصراحة حتى منظمة الصحة العالمية ما تقدر تتنبئ بموعد زمني ثابت للفيروس وطفت تصريح شيء مختلفة وكبيرة يعني عن القبل هاي؟ لا لا ما تصير طفرة كبيرة لكن هو تغير بالغلاف أو هوية الفيروس فتخليه يعني الجسم يتعامل ويا كأنما يعني فتشيء غريب جديد فطبعا يصير تفعل مناعي حسنا إحنا عندنا مشكلة بالمراكز الصحية يعني أنا أصدقائي أحد يوم حتى يلاقحون من تجيهم حتى الرسالة يعني رسالة إذا تصح أن يروحون فيقول لهم الموجود هو جرعة ثانية يعني ما عفتم شين عن جرعة ثانية موجودة ما عدنا نحن تعرف المشكلة أنه من جتي اللقاحات نحن موجتين اللقاحات مثل ما هي بالجدول الوطني للقاحات موجودة هي منذ منذ الأزل ومحسوبة للمواطنيين كافة وأي واحد يجي هم جتي بجرعة يعني محدودة فهي كانت مثلا من ضمنها مثلا لقاح احنا أول شيء استلمناه كانت همينا عطوة يعني نصين هاي الخمسين من جتي الخمسين ثلاثة حسبها خمسين حسبها خمسة وعشرين لأن انت اللي رح تطيه ملزم إنه بعد فترة زمنية تطيه الجرعة الثانية انت خوما تطيه الأولى ويروح هذا هاي ضموها انتو تبقى لي الشخص نفسه تبقى محجوزة باسمه فهي هذه الأمور يعني احنا كوزارة الصحة كدوائر الصحة كل هاي محسوبة أو يوجد نظام الكتروني محسوب الدائرة هاي طلع منها هلقة لقاح خلال هذا الشهر محسوبة مثلا احنا خلنا نقول اسبوعيا كانت تيجي وجبات فايزر خلنا نقول فايزر على سبيل المثال فاسبوعيا مثلا خمسين ألف وجبة جتي بالاسبوع الأول هو احنا قلنا ثلاثة أسابيع تاخد الجرعة الثانية جتي بالاسبوع الأول انا اخذت اللقاح انا لازم يحسبوا لي ببر ثلاثة أسابيع الوجبة رح تيجي بعد ثلاثة أسابيع هذه ما نطيه المواطن جديد تبقى واحد جزء له الدكتورة مها اللي اخذتها ببداية الشهر يعني المئة ألف تيجين هي خمسين ألف بالضبط هي الجرعة تيجي كهذه الجرعة اقسمها على ثنين مزين أنه الأشخاص ممكن أنه اللي هما عندهم محدد ما أخذينه واني بعد عندي منزمة الأسرة زينكة لا بها مجال الأشهر فلهذا شوف المرونة بإعطاء الأسرة زينكة وأنه احنا نحفز ونحث المواطنين أن يأخذون الأسرة زينكة لأن الجرعة أولاً عندنا جرعات هواية لكن اللقاح صار عليه إشكالية بأنه ردة الفعل وكذا ومواطنين وتعرف يعني ما شضى الآن يعني إحنا وراء الأسابيع وراء الأسابيع وراء الأسرة تشراك اللقاح وراء الأسرة لأنه لا معلوم هذا الموضوع لا هي لازم هذه اتفاقيات يعني كم جرع اللقاح كم جرع؟ جرعتين فقط؟ لحد الآن لحد الآن جرعتين لكن أكو طبعاً هاي هم تعرف يعني؟ دراسات دراسات إنه احتمال هناك احتماليات لحد الآن ماكشي مثبت من منظمة الصحة إنه احتمال إنه يكون وخصوصاً بما يخص بايزر احتمال إنه يكون سنوي لقاح سنوي مثل لقاح الانفلونزة تعطى جرعة سنوية إنه فس هو يكون يهمد اللقاح مو يوم يمسوا لنا طفرة والسلالة جديدة ما أكو شي ضيم هذا أنا طبعاً أحتاجش في حلقة قادمة حتى نتكلم عن السلالة الثالثة بطريقة مفصلة دلتة دكتور مها عندنا جداً ساعد بحضورك وشكراً لوقتك نال أسعد شكراً جزيلاً شكراً لكم أعزاء المشاهدين يعني هو هذا المؤشر دنشوق بحنا دي جيومية ودنشوفها كل زيادة من الحوضة يعني نحن مفروض من التزمين طوال الوقت ما أعرف العالم صارت حتى متهتم للجدول الذي ينزل يعني الناس حتى قد نتطلع عليه وكأنما صار في شي مميل ولكنه حتى تكون بصورة نحن نشهد تقريباً مثل ما قال دكتور مها 30 حالة وفاة بين زائد خمسة وناقص خمسة وهذا مؤشر خطير جداً يعني يعني يشبه حتى العمليات التفجيرية في المصدر العمليات التفجير يروحون ضحايا 20 إلى 30 ولكن هذا وباء نقدر نسيطر عليه ونقدر نتجاوزه يعني أنا بصراحة سجلت الأهلي باللقاح وشفت الطريقة جدت سلسة يعني سلسة ومرونة جداً تكتب اسمك وأمراض عندك أو ما عندك وبطاقتك الوطنية وتأتي رسالة فوراً تم التسجيل وورا ثلاثة يام أو يومياً رسالة بتحديد موعد اللقاح بالمركز الذي أنت اختاريته وهو قريب عليك وهذا في شيء جيداً فالكرة ممكن بملعبنا ونتمنى من الناس التعاون من حيث الالتزام بالإرشادات وأيضاً من حيث التطعيم بالمراكز الصحية الموجودة داخل العلاقة شكراً للمشاهدين وصلتوا إلى قناة حلقتنا هذا اليوم انتظروني بالحلقات القادمة تيمانا